علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين للمسلمين وقد كان له العديد من المواقف الشجاعة والمذهلة في حياته ومن أبرز هذه المواقف في معركة بدر كان علي بن أبي طالب قائدا للجيش المسلم وكان له دور كبير في الفوز بالمعركة أول خطوة عن عملها لإنتاج فيديوهات أو محتوى خاص بينا هو تصميم الشخصية اللي هتكون خاصة بينا ومحدش تاني يعرف يستخدمها يعني إيه؟ يعني في الطبيعي إن أي حد بيقدم محتوى فهو بيظهر بوشه أو بيكون هو الشخص اللي بيقدم محتوى فإحنا عايزين دلوقتي نشوف بديل لنا نشوف بديل للشخص اللي يظهر مكاننا وفي نفس الوقت يكون البديل ده خاص بينا ما يكونش مثلا عنه حكومي الكية أو أي حاجة ففي الحيطة دي تنستخدم الزكاء الاصطناعي في تصميم الشخصية وأوما نصمم الشخصية الخاصة بينا فإحنا قطعنا 50% من مشوار طلاعة المحتوى بالزكاء الاصطناعي الخطوة اللي بعد كده إن إحنا بقى عايزين نخلي الشخصية دي تتكلم فييجي دور التعليق الصوتي التعليق الصوتي عندنا نعين تعليق صوتي البشر وتعليق الصوتي بالزكاء الاصطناعي ممكن تعمل تعليق صوتي بنفسك وتضيفه على الصورة أو الشخصية اللي أنت عملتها بالزكاء الاصطناعي وممكن تعمل برضو تعليق صوتي بالزكاء الاصطناعي ويكون الموضوع مؤتمد بشكل كامل ومفيش أي تدخل منك وفي الآخر لما نيجي ندمج الشخصية بتاعتنا مع التعليق الصوتي اللي إحنا عملناه هيطلع علينا فيديو زي ده افتح دلوقتي المتصفح بتاعك معايا وتابع معايا خطوة بخطوة الخطوة الأولى اللي إحنا هنبدأ نولد الشخصية ونصمم الشخصية هنحتاج موقع من مواقع الزكاء الاصطناعي اللي بيتحول لنا الكلام لصور يعني نكتب له وصف للشخصية اللي إحنا عايزها ويحول لنا الكلام أو الوصف اللي إحنا كتبنا ده لصورة حية بالمواصفات اللي إحنا كتبناها في أكتر من أداة وأكتر من موقع بيوفر للخدمة دي في منهم المجاني وفي منهم المدفوع ولكن في الفيديو ده هنستخدم كل الأدوات مجانية بشكل كامل عشان كده هنروح لجوجل ونكتب في البحث ليوناردو دوت اي 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 ونضغط انتر وهتلاقيني سايب لك روابط المواقع دي كلها في وصف الفيديو تحت أول ما ندخل للموقع هتزهر لك الوجهة اللي انت شايفها دي وللي عليك دلوقتي انك انت هتنزل هنا وتضغط على كلمة وهيطلب منك هنا انك انت تحط الاسم بتاعك وتحط الايميل الخاص بيك نبدأ نكتب اي اسم وليكن مسلا هكتبانا استسام مالوسي والايميل هنا هنبدأ نحط اي ايميل خاص بينا ونضغط على ويجيب لك الشاشة دي ويكون بعث لك رسالة على الايميل اللي انت حطيته ده الرسالة دي موجود فيها رابط اللي من خلاله هتقدر تستخدم الموقع وهتقدر تستخدم الاداة اللي بتولد لك صور يعني دلوقتي هنستنى من دقيقة لخمس دقايق هلا يجت لنا الرسالة على الايميل او المريض موجود فيها رابط ولما تروح للايميل بتاعك هتلاقي جتلك رسالة من ليوناردو دوت اي اي موجود فيها رابط ننزل تحت شوية هتلاقي بعث لك رابط في الايميل ده تبدأ تدخل عليه من هنا وبس كده تبدأ تضغط على تبدأ تحدد الكلام ده مش مهم ولكن حدده برضو وليكن مسلا نقول وستارت يوزنج ليولاردو او نضغط من هنا ونضغط ودلوقتي فتح معاك الموقع لو ما فتحش معاك الشاشة دي وطلب منك تسجل دخول من اول وجديد ما فيش مشكلة سجل دخول بالايميل اللي انت سجلت بيه المرة الاولى وهيبدأ يفتح معاك الموقع بدون اي مشكلة هتيجي هنا على الشمال وتنزل تحت شوية هتلاقي كلمة يعني توليد صور بالزكاء الاصطناعي وهي اللي ضغط عليها وهتظهر معاك الشاشة البسيطة اللي انت شايفها قدامك دي كل اللي عليك انتبنك دلوقتي اي كلام هتكتبه للاداة في المكان ده هتبدأ تحول لك الكلام ده لصور ايا كان او ايا كان مواصفات اللي انت كتبتها هيحول لك الكلام اللي انت كتبته لصور وده تبقى المواصفات اللي انت عايزة دلوقتي احنا عايزين نصمم شخصية ولكن زي معظم ادوات الزكاء الاصطناعي لازم تكتب لها بالنغة الانجليزية لازم تكتب هنا بالنغة الانجليزية طيب الانجليزي بتاعه مش كويس ممكن تروح هنا تفتح ترجام جوجل ونبدأ نكتب الكلام اللي انت عايزه او التفاصيل او الوصف بتاع الشخصية باللغة العربية ونبدأ نترجمه لللغة الانجليزية والمحتوى هيكون باللغة العربية فنبدأ هنا نكتبله شخصية عربية حكيمة ذات هيبة ووقار نضغط نسخ هنا ونروح ليوناردو دوت اي اي ونضغط كليك يمين ونعمل وهنا بتبدأ تزبط اعدادات الصور اللي انت عايزها عايز كم صورة يطلع عليك وليا كل ما احنا عايزين اربع صور وهنا بتنزل تحت بتختار الامتداد او المقاس او الحجم يعني بتاع الصورة ممكن نبدأ نحدده من هنا على حسب انت هتقدم المحتوى ده على اي منصة ولياكن مسلا تتعمل فيديوهات ريلز او شورتز قصيرة فتبدأ تختار تسعة الى ستاشر طيب اللي هو هتعملوا على بشكل عرضي فيديوهات طويلة على اليوتيوب فتبدأ تختار ستاشر الى تسعة طيب احنا خلينا نقول ان احنا مسلا نعمل المحتوى ده كفيديوهات طويلة يعني فنبدأ نختار تستاشر الى تسعة من هنا بالشكل ده. اللي هو يكون بشكل عرضي المتناسب مع اليوتيوب. وبس كده مفيش يعني حاجتان ينعملها. ممكن نبيجي هنا ونضغط على كلمة عشان يبدأ يصمم الاربع صور للشخصية بالمواصفات اللي اهنا كتبناها. وهي ديت الشخصيات اللي هو زارها لنا. يعني نفس الشخص زار لنا له اربع صور. يعني هما مش افضل حاجة لاننا ما كتبناش برمبة مفصل ولكن شايف انه هو هتنفع معنا او هتكون متلازبة مع المحتوى اللي بنقدمه. هنيجي هنا عجبتنا الصورة خلاص نضع على كلمة ده ولو عايز ننزلهم كلهم ونبدأ نستخدمهم كلهم في فيديوهات مختلفة مفيش اي مشكلة. الصورة ديت هي اكتر واحدة عجبتني نزلناها دلوقتي وتعالوا للخطوة اللي بعد كده هو المحتوى اللي هنقدمه. المحتوى اللي هنعمله تعليق صوتي. انا شايف ان الشخص ده هيكون ملاسف جدا ان احنا نحليه تقدم اه قصص او يعني اه مقولات عن الاسلام مسلا او التاريخ القديم او كده. فنبدأ نستخدم اداة زكاء اصطناعية تكتب لنا سكريبت او تكتب لنا المحتوى للفيديوهات بالمواصفات برضو اللي احنا عايزينها اللي تكون متنسبة مع الشخصية دي. فنبدأ نروح لشات جي بي تي. ولكن شات جي بي تي في الدول العربية او في الدول الافريقية مش مدعوم بتحتاج فبن ورقم اجنابي وكلام كتير فعندنا بديل ان احنا نستخدم من خلاله شات جي بي تي. كل اللي دا عليك انتك هتروح في جوجل وتكتب بي او اي دوت كوم وتضغط انتر وبرضو هتلاقي الموقع موجود في وصف الفيديو تحت. الموقع بي او اي ده بيوفر لك مجموعة ادوات زكاء اصطناعي تقدر تستخدمها بشكل مجالي. ومن الادوات ديت هتلاقي موجود شات جي بي تي. وبرضو في شات جي بي تي فور ولكن بليميتد اكسس. خلينا نبدأ نستخدم شات جي بي تي نضغط عليه من هنا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نكتب اي حاجة احنا عايزنا. يعني انا قلت ان الشخصية التانية اللي احنا عملناها هتكون متنسبة مع قصص صياعني من الاسلام. يعني مسلا انا جات في دماغي حاجة ممكن نقول له مواقف لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. صراحة ما استخدمتش او ربط الزكال الصناعي في الحاجات الدينية قبل كده. فخلينا نجرب ونشوف تقيته الاول مع بعض ولا لا. وهنا بدأ يكتب لنا معلومات عن علي بن ابن طالب رضي الله عنه. وبدأ يكتب لنا اه مقولات او مواقف يعني له بالشكل ده. وممكن نعتمد عليه في الحاجات اللي هي ما يكونش فيها شيء قاطع او حاجات منحرمة او فتوى او الكلام ده. ما نروح لهوش في حاجات الفتوى يعني. اه نبتعد عنه في وضوع الفتوى. فانا شايف ان هو هنا الكلام ده يكون مناسب مع الشخصية اللي عملناها. ممكن نخاني الفيديو بتاعنا ده يكون عبارة عن خمس مواقف لسيدنا علي بن ابي طالب بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب دلوقتي يبقى خلاص بقى معنا السكريبت او المحتوى اللي احنا هنعمله. عايزين نحول السكريبت ده لتعليق صوتي. عايزين نحول السكريبت ده لتعليق صوتي احترافي. لان نيت بالنغة العربية. فلازم يكون الصوت احترافي تماما بحيث ان يكون مخارج الحروف مزبوطة بشكل تمام يعني. ممكن نعمل تعليق صوتي بصوتنا بصوتنا ونركبه على الشخصية ده دلوقتي زي ما نشوف مع بعض. او ممكن برضو لاستخدم الزكاء الاصطناعي في حتة التعليق الصوتي دي زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. طيب دلوقتي المحتوى بقى جاهز معنا لاول فيديو ممكن نطلب انه ان هو يزود دينا او نقول له تحت هنا نقول له اكمل ونطول الفيديو عن كده ويبدأ يكمل لك برضو الموقف السادس والسابع ولكن خلينا ممكن نكتفي بخمس موافف دلوقتي واللي عايز يطول فيديوهاته او يعمل الفيديوهات يعني بشكل اطول يبدأ يكمل هنا. دلوقتي خلينا نبدأ نلسق النص بتاعنا ده او الاسكريبت الاول بتاعنا نضغط كليك يمين ونضغط كوبي مسج وهنيجينا على اي مكان على الكمبيوتر عندنا ونضغط كليك يمين نضغط ونبدأ نختار عشان نحط في النص بتاعنا ونزبطه. هنيجي كده هنا ونضغط كنترول في ونحط النص بتاعنا اللي احنا اسخناه ونبدأ نزبطه نشيل او نحسف منه اللي احنا عايزينه. اي حد دلوقتي عنده لابتوب او كمبيوتر هلاقي موجود عنده متصفح تحت هنا اسمه مايكروسوفت ايج. نبدأ نضغط عليه نشغله واول ما يفتح معاك بالشكل ده هتبدأ تجيب التكست اللي احنا عملنا ده او النص اللي احنا كنا نعملينه تضغط عليه تسحبه بالشكل ده وتجيبه هنا وترميه في المكان ده بالشكل ده. تبدأ تكبر الشاشة ونبدأ دلوقتي نيجي فوه هنا على علامة الايه اللي طالع منها موجات دي ونضغط عليها بالشكل ده. ونبدأ نضغط على كلمة ونختار اعدادات الصوت. اول حاجة نعملها ان احنا نختار اللغة والمعلق بتاعنا. هنا بنبدأ نختار ندور على اللغة العربية موجودة في وشناه على طول. هنا عندك اه موفر لك كمية معلقين صوتيين باللغة العربية ما حصلوش ولا موجودين في اي موقع سواء كان مجاني او مدفوع. عندنا هنا بيقول لك ايجيب اللغة العربية بالمصري يعني الليان مصرية. ويجايب لك هنا معلقة صوتية اسمها سلمة. هنا اعطيه جايب لك التعليق الصوتي العربي لكل الدول العربية. ويكون ناس احنا عايزين يعني هنا الكلام يكون باللغة العربية الفسحة. فاعتقد انسب حاجة يكون ارابيك سهودية. هنا عندنا حامد وزاريا مش عارف. نطاي صراحة زاريا مش عارف. المهم خلينا في حامد لان شخصية بتاعتنا هي رجل. فنضغط على حامد بالشكل ده. ونبدأ نختار السبيد او السرعة بتاعت الصوت. انا ممكن اخليها نورما. ونضغط على علامة التشغيل من هنا بالشكل ده. واسمع معايا التعليق الصوتي. علي بن ابي طالد رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين للمسلمين. وقد كان له العديد من المواقف الشجاعة والمذهلة في حياتي. وطبعا عشان حلو ما يكملش فهنا مش متوفر انك انت تتنزل التعليق الصوتي ده. انك انت تعمله ده يعني. لان هنا ميكروسوفت موفرة الادا دية عشان بس ان اي هي تقرارك اي موقع بتصفحها واي نص بتدهولها مش انك انت هتنزله. ولكن بكل سهولة هتفتح مسجل الصوت بتاع الكمبيوتر وتشغل تسجيل الصوت ويتشغل النص من هنا. ويبدأ يسجل معاك وبعد كده تصدره او باي صيغة انت عايزة. وبس كده زي ما انا ما عملت هيكون معاك التعليق الصوتي باحترافية عالية جدا. وبعدها معانا التسجيل الصوتي اللي انا سجلته زي ما انت شايف كده. دلوقتي ده التعليق الصوتي ودي الشخصية اللي احنا هنستخدمها. عايزين بقى دلوقتي نخلي الشخصية اللي قدامك دي تقول التعليق الصوتي ده. الكلام ده هيتم ازاي? هنروح لموقع اسمه دي داش اي دي. اللي معظمكم اكيد عارفه. دي داش اي دي دوت كوم. وهتلاقييني برضو سايب لك الرابط في وصف الفيديو. ولكن الشكوى اللي الناس كلها بتشتكي منها. ان داش دي اي دي بيديك تجربة مرة او اتنين او فيديو او اتنين. ولازم تدفع. النهاردة اجايب لك طريقة ازاي تستخدم داش دي اي دي بشكل مجاني تماما او مش محتاج انك انت تدفع. عشان تبدأ تهم الحساب فيه بيديك في كل حساب بتعمله عشرين كريدت او عشرين لقطة يعني تبدأ تستخدمهم في انك انت تعمل بيهم فيديوهات بشكل مجاني. الفيديو بستارك حولي خمس بتعمل فيديوين او تلاتة وبعد كها بيطلب منك انك تتفع. دلوقتي مش عايز منك الا انك تضغط على كلمة من هنا. ودلوقتي تضغط على كلمة فيديو او انشاء فيديو. وهنا هتلاقي مفرق شخصيات جاهزة كتير جدا. ولكن مش محتاجينها لان انها معالج شخصية الخاصة بينا. هنضغط على كلمة هنا عشان نضيف الشخصية بتاعتنا. ولكن هيبدأ يحولنا في ان احنا نعمل حساب عشان نقدر نضيف شخصية من عندنا. دلوقتي بيش هنعمل بقى حساب خاص بينا. هنستخدم موقع في انه يعمل لنا حسابات وهمية. يعني ايه? يعني يديك حسابات في اي وقت تاخد في لحظة واحدة تعمل حساب جديد تاخد تجروب المجانية بتاعته تعمل بيها فيديوهات زي ما انت عايز. اروح هنا لجوجل ونكتفل بحس تمب ميل ونضغط انتر. وندخل على اول نتيجة بحس دي اللي هي تمب ميل دوت اورج. وهتلاقييني برضو سيبلك لابط الموقع ده في وصف الفيديو. الموقع ده بيوفر لك ايميلات وهمية. تقدر تنشئ بها حسابات على المواقع الزي دي داش اي دي. بهيز انك انت تاخد التجروبة المجانية مع كل ايميل تعمله. وموضوع بسيط جدا زي ما تشوف دلوقتي. هتديدك ايميل وهمي. هتضغط هنا على علامة النسخ دي. ونيجي هنا على ونضغط على علامة من تحت هنا عشان نبدأ ننشئ حساب جديد. ونضغط اليميل ان احنا خدناه من الموقع هنا. نضغط استمرار. وبعد كده نبدأ ننشئ باسورد خاص بنا. نضعم الاي باسورد. ونضغط على ويبدأ يفتح معاك الموقع كده انشأنا حساب بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني يبعت للايميل ده رابط تحقق. هتيجي هنا في الموقع تاني. وننزل تحت شوية هنا كده بالشكل ده. ده الموقع بيعطيك رسالة على الايميل هنا. تنزل تحت شوية. هتلاقي اتباعي تلاك رسالة موجود فيها. داش اي دي. وهنا يعني فعل او اكد الحساب بتاعي. ودلوقتي يبدأ يدخلك عن حساب بتاعك. ويفعله لك بضغطة واحدة وبدون اي مشكلة. ودلوقتي خلاص تفعل حساب بتاعك. تختار اي حاجة وليكن برسونال. ومسلا سوشيال ميديا. ونضغط هنا ايام اوكي. نضغط سكيب. مفيش اي مشكلة. ودلوقتي يبقى معاك حساب وفي تحتنا عشرين. لما يخلصوا. لما يخلصوا العشرين دولات. تضغط هنا. تضغط لوج او التسجيل خروج. وتروح هنا للموقع تاني. والموقع هيديك ايميل جديد. تبدأ تنشخه وتعمل حسابنا اول جديد. كل الموضوع ده ما ياخدش منك بالزبط عشرين تلاتين سانية. هنفي انشاء حساب جديد. بدون اي مشكلة. دلوقتي خلينا نبدأ نستخدم ونشوف هنستخدم الموقع ده ازاي. بنضغط هنا على فيديو. انشاء فيديو. بنضغط اد تاني. بنبدأ نحدد او نختار الشخصية بتاعتنا اللي احنا حسابناها لنفسنا. وهتبدأ ترفع معاك الشخصية على الموقع زي ما انت شايف كده. كل اللي عليك دلوقتي بقى انك انت تيجي هنا تحدد اوديو. وتضغط على upload your voice. ونبدأ نرفع الصوت الخاص بنا اللي احنا التعليق الصوتي يعني اللي احنا عملنا. نضغط عليه نحدده من هنا بالشكل ده. وبيرفع معاك الصوت دلوقتي على الموقع. كل اللي عليك دلوقتي بقى حاجة واحدة. انك كنت تضغط على كلمة generate فيديو من هنا. عشان يبدأ عملية الدمج. نضغط على generate تاني من هنا. وبيعمل دلوقتي عملية الدمج. بحيس ان هو يدمج لك الصوت مع الصورة اللي انت مدهاله. ويحاول لك لفيديو حي زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. ونضغط على التلات شرط دولت. ونضغط على download عشان يبدأ يحمل الفيديو عندنا بدون اي مشكلة. وتعالوا نشوف النتيجة النهائية. علي بن ابي طالد رضي الله عنه. هو خامس الخلفاء الراشدين للمسلمين. وقد كان له العديد من المواقف الشجاعة والمذهلة في حياته. ومن ابرز هذه المواقف في معركة بدر. كان علي بن ابي طالد قائدا للجيش المسلم. وكان له دور كبير في الفوس بالمعركة. فقد تمكن من قتل الكثير من قادة جيش قريش. بما في ذلك الاشداء عمرو بن عبد ود وابو جهل. وكان له دور كبير في رفع معنويات المسلمين. بعد وفاة عمر بن الخطاب. تم اختيار علي بن ابي طالد خليفة للمسلمين. وقد كان له دور مهم في توسيع الدولة الاسلامية. وفي تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع الاسلامي. في حرب الجمل. كان علي بن ابي طالد يدافع عن حقوق امرأة تدع عائشة بنت ابي بكر. وقد تمكن من الفوز في المعركة. ولكنه ترك القتال عندما ادرك ان المعركة ستؤدي الى زعزعة الوحدة الاسلامية. في صلح الحديبية. كان علي بن ابي طالد ممثلا للمسلمين. وقد تمكن من التفاوض مع الطرف الاخر وابرام صلح عادل ومنسف. وبس بكده بينكم وصلنا لنهاية الفيديو. وطبعا انت عندك القدرة ان كنت تطلع فيديوهات افضل من اللي احنا عملناها دي بكتير جدا. لان ده مجرد فيديو بنشرح في تجربة مع بعض. انما لو انت مساكت كل اداء وبدأت تستغل كل الامكانيات في اداء ديك. اكد ان كنت هتطلع فيديوهات جودتها احسن واحترافية اكتر من اللي احنا عملناها ديك بكتير جدا. انزل دلوقتي في وسط الفيديو هتلاقي نسيب لك روابط كل المواقع والادوات اللي استخدمناها. ابدأ استخدم كل اداء وشوف هتقدر تطلع اي في الاخر واي مشكلة تتواجهك ما تترددش انك انت تبعتها لنا على الخاص. وبس بكون خلصنا الفيديو. لو انت شافي انك استفدت اي حاجة بالفيديو ده ما تنساش تنزل تعمل لايك الفيديو. ولو انت مهتم بالنعدة من الفيديوهات اشترك في القناة عشان اوصلك اي فيديو بديد نزل.